اشتركوا في القناة كل صباح تغدو الطيور خماصا وتروح بطانة توكلت على الله حق توكله وسعت لحياتها فماذا عنك كيف اصبحت اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يوم جديد فرص اخرى لتحقيق حلم ولنيل الاجمل تأمل ما لديك من النعم وانطلق في رحابة الحياة بأمل كيف اصبحت كيف اصبحت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بك اللهم اصبحنا يقينا وإيمانا بفضلك يحتوينا بك اللهم اصبحنا قلوبا تتوق لربها دنيا ودينا بك اللهم اصبحنا غسلنا بذكرك كل هم من يعترنا حياكم الله مستمعين الكرام عبر آثير ذاعتكم ذاعة القرآن الكريم من الدوحة نصحبكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي كيف اصبحت فحيا هلا بكم وسهلا صباح مشرق لمن يفعل الخير دون انتظار الشكر ومن كان في الشدة عونا وفي الرخاء سند وصباح ندي يحمل معه الامل والتفاؤل والبشرى بالقادم الاجمل من الايام والازمان فصباحكم جميل وسعيد ويصحبكم في تقديم هذه الحلقة مستمعين الكرام أخوكم أحمد الجربي ومحدثكم عبدالله البعينين كما يصحبكم من الاعداد الدكتور محمد الهجري في التنسيق والمتابعة توفيق أسامة وأما من التنفيذ وعلى الهواي مباشرة فهذه تحيات معتصم السلامة اللهم اجعل صباحنا صباح خير تزول فيه الهموم وتتحقق فيه الأمنيات بإذن الله اللهم امين مواقيت الصلاة نذكركم مستمعين الكرام بأوقات الصلوات لهذا اليوم بمشياته سبحانه وتعالى يرفع أذان أو موعد آذان صلاة الظهر سيكون عند الساعة الحدية عشر وأربعين دقيقة وصلاة العصر بإذن الله عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة وصلاة المغرب عند الخامسة ودقيقة وصلاة العشاء عند الساعة السادسة وثلاثين دقيقة أما صلاة الفجر اليوم غدا بمشياته سبحانه وتعالى فسيكون عند الرابعة وتسع وخمسين دقيقة ونذكركم مستمعين الكرام في وقت صلاة الجمعة يوم الغد بإذن الله ساعة الحدية عشر وأربعين وأحدى وأربعين دقيقة واحرصوا على الحضور مبكرا وتطبيق سنن الجمعة لا إله إلا الله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم فضلا ومنى ويضل من أراد عن النهج القويم عدلا وعلما لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون لا إله إلا هو رب كل شيء والخلق مربوبون لا إله إلا الله رب واحد أحد فرد صمد جل في علاه عن الشبيه والمثيل وتقدست أسماؤه وصفاته وتنزهت عن التشبيه والتعطيل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله قد أشرقتك الشمس بعد ضحاها وتهللتك البدر حين تلاها لا إله إلا الله بالكون تكتب فالكواكب أحرف والنجم ينقط والسماء تراها لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله كلمة تقضي بها ديننا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا يا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك سبحانك أنا ابنا بك اللهم خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحي وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور عزيزي المواطن عزيزي المقيم ندعوكم للمشاركة في المشروع الوطني لتعداد 2020 من خلال التسجيل الاستفاء الذاتي للاستمارة الإلكترونية في تعداد قطر 2020 بكل سهولة وخصوصية وأمان ولمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل على الرقم المجاني 800-0-800 مشاركتكم في التعداد واجب وطني يعود الشتاء ليعيد أجمل الذكريات لنا وأكثرها ألماً وقسوةً لأولئك المحتاجين والنازحين في العراء كن لهم دفءاً وسلاماً تبرع لتوفير احتياجات الشتاء لنتقاسم الدفء تبرع عبر التطبيق أو موقع قطر الخيرية qcharty.org للتواصل على الخط الساخن 44667711 بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حياكم الله مستمعين الكرام وأسعد الله صباحكم جميعاً بألف خير وحياكم في لقاء جديد من برنامج كيف أصبحت ونحن في موسمنا الثالث عشر من برنامج كيف أصبحت ونسعد مستمعين الكرام بمتابعتكم كالمعتاد والمشاركة معنا من خلال الرسالة النصية القصيرة وكما عودناكم مستمعين الكرام لدينا كل يوم خميس إن شاء الله ضيف جليل وكذلك معنا أيضاً سؤال نطرح عليكم للمشاركة معنا في هذا اللقاء ونبدأ بالترحيب بشيخنا دكتور محمد الحسن الددوى الشنقيطي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبك الشيخان الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً وأهلاً وسائل ونطرح سؤالنا بين أيديكم مستمعين الكرام للمشاركة في هذه الحلقة وسؤالنا ما أثر المداومة على ذكر الله تعالى في حياتك شاركونا على 5-00-2-9-9-9-2 وعبر الرسائل النصية 9-2-6-2-8 من الأسئلة الجميلة التي نسألها في صباح كل خميس شيخنا لضيوفنا نقول لهم كيف أصبحت فكيف أصبحت أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين الحمد لله حياكم الله شيخنا نحن نسعد بكم فضيلة الشيخ والشيخ طبعا محمد هو من أول ضيوف الذين يشرفون هنا في برنامج كيف أصبحت تعود المستمع الكريم دائما ضيوفنا يكون عبر الهاتف فنسعد حقيقة بأن تكون هذه الإطلالة مستمعين الكرام وهذا اللقاء معكم وهذا الموسم الجديد من برنامج كيف أصبحت ونريد من خلال ضيفنا الكريم نقل بعض الرسائل الصباحية التي توجهونها ونبدأ برسالة شيخ محمد رسالة توجهونها لكل من خرج الآن في هذه الأثناء لكسب رزقه وانطلق مستعينا بربه متوكلا عليه في قضاء حواجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فهذا الصباح الجديد عبارة عن عمر وصفحة أتيحت للإنسان من جديد في علاقته مع الله وفي علاقته مع الناس في تحقيق العبادة لله التي من أجلها خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي تحقيق الاستخلاف في الأرض الذي شرف الله به آدم وذريته إني جاعل في الأرض خليفة فلابد أن يكون للإنسان اهتمام بهذين الجانبين الجانب الأول ما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى وهي دائما محتاجة إلى تصعيد وترق وتحسين وإحسانها هو أن يحقق الإنسان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وبعد ذلك المهمة الثانية هي الاستخلاف في هذه الأرض فنحن جئنا إليها من غير مشورة منها وجئنا على أجل مسمى وتشيرة محددة هي العمر ولنا وظيفة فيها هي أن نصلح وأن نتقن وأن نترك أثرا فالموت قريب وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فلذلك لا بد أن نترك أثرا صالحا في هذه الدار وأن نحقق الاستخلاف فيها وأيضا لا بد أن ندرك أن كل ما هو كائن قد كتب ورفعت الأقلام وجفت الصحف عنه ولذلك قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقد ذكرت ما يتعلق بطلب الرزق وضابطه الشرعي هو الإجمال في الطلب الإجمال في الطلب معناها يدرك الإنسان أنه لا ينال إلا ما كتب له وأن ما كتب له قد كتب وأن الرزق مضمون كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل من في كتاب مبين فلذلك لا يحل للإنسان أن يطلب الرزق بما يسخط الله ولا يحل له أن يطلبه بما فيه هلكة عليه أو نقص في طعن في إرضه أو في دينه أو مذلة له وهوان فلابد أن يطلب الرزق بعزة وأمان وأن يأخذه بالأسباب الشرعية وأن يتمسك بطريق الاستقامة والهداية وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ويقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ويقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ويقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وهذا ما أشرت إليه من التوكل على الله سبحانه وتعالى والطلب منه والاعتماد عليه وحده دون سواه وأن يوحد الإنسان ربه سبحانه وتعالى في ذلك ويعلم أن كل نعمة إنما هي منه وما بكم من نعمته فمن الله وأنه هو الذي يبسط يديه بالرزق لا تغيضان سحاءان الليل والنهار سبحانه وتعالى شيخنا من المسابقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وامتهدح الله عز وجل أصحاب هذا السباق ما جعل عنوانا لهذه الحلقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون فما المغزى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الإشارة النبوية التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشير بها إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليه بارك الله فيكم أخرج مسلم في الصحيح من حديث يبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في طريق مكة فمر بجبل اسمه جمدان فقال هذا جمدان سيروا وسبق المفردون والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن الطريق الدنيوي يتسابق الناس فيه كما يتسابقون في الطريق الأخروي فهذا تنبيه بالطريق الدنيوي على الطريق الأخروي وتنبيه على أننا الآن نسلك صراطا دنيويا معنويا هو تمثيل للصراط الأخروي فالصراط الأخروي جسر من صوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كالشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد سبعون ألفا في النار يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومنهم من يزحف على مقعدته فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم وبقدر ثبات الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته وثباته على الصراط الأخروي ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه على أمر مهم يعين الإنسان على السبق وهو التفريد لأن الله أمرنا بهذه المسابقة فقال فاستبقوا الخيرات وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم مجنة عرضها كعرض السماء والأرض وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين فهذه المسابقة على هذا الصراط تقتضي من الإنسان أن يحاول أن لا يكون وراءه من يمسك أعماله ومن يأخذ ببعض حقوقه فالمفرد هو الرجل الذي يركب جملا ليس معه غيره وغيره الذي يركب ومعه إنسان آخر يركب وراءه فهو شريك له في ركوبه والإنسان الذاكر الله كثيرا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وما المفجدون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا وذاكرات وعند الترمذي وأحمد هم الذين هم المستهترون بالذكر يكفر الذكر سيئاتهم أو يمحو الذكر سيئاتهم فهؤلاء ليس عليهم حقوق يطالب بها الآخرون أما من سواهم فيعملون أعمالا كالجبال ولكن وراءها آخرون يعخذونها فنسأل الله السلامة والعافية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أتدرون من المهلس فيكم قالوا المهلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال بل المهلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقيه هو في النار أما المفردون الذين يذكرون الله كثيرا فالذكر يكفر عنهم سيئاتهم ويجازي عنهم خصماءهم فالإنسان عليه كثير من الحقوق منها حقوق الله جل جلاله ومنها حقوق العباد والحقوق ثلاثة أقسام حق لا يغفر وهو الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحق لا يترك وهو حقوق العباد فهم فقراء إلى حقوقهم وهم يرون حاجتهم إلى هذه القيامة فليس من المتوقعين أن يسامحوا فيها بحال من الأحوال والحق الثالث حق في المشيئة وهو حق الله المحض إن شاء عذب به وإن شاء عفا عنه وهو أكرم الأكرمين جل جلاله فلهذا لا بد أن يحرص الإنسان على أن لا يكون عليه حقوق للآخرين وليؤدي حقوق الآخرين إليهم كاملة غير منقوصة حتى لا يكون من المطففين وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد أخرج مالكم في الموطأ قال يقال لكل شيء وفاء تطفيف كل شيء أي كان فيه وفاء فيه تطفيف وقد ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجماعة وقف على البنبر يخطبه فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما هذا التأخر يا فلان قال ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت فقال والوضوء أيضا لقد طففت أخذت كل حقك ولم تسامح لشيء منه فكذلك لا بد أن ندرك أننا يوميا يصبح علينا حقوق للآخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وهذه السلامة هي المفاصل والعظام العظام الإنسان فطره الله على 360 عظما وهذه كل واحد منها عليه حق يوميا تعدل بين تنين صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وتعين الرجل على دابته فتحمل وله وعليها متاعه وترفع وله وعليها متاعه صدقة وتبيط الأذى عن الطريق الصدقة هذه كلها من الصدقات الداخلة في التفريد الذي هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى شيخنا حفظك الله ورعاك ذكر الله تبارك وتعالى هذه العبادة العظيمة على الرغم من سهولتها ويسرها لا يبدل الإنسان فيها الجهد العظيم إلا أن هناك تقصير قد نجد عند البعض نريد الحديث حول هذه المسألة شيخنا ما أهمية هذه أن يعي المسلم بالفعل عظم هذا الأمر عند الله عز وجل بارك الله فيك آخر حديثي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحائفه وفي صحيفته استغفارا كثيرا فالإنسان لا بد أن يدرك أن كثيرا من الناس يأتون يوم القيامة وفي صحائفهم كثير من متح فلان وعلان والثناء على هذا والطعن في هذا ولكن قليل من الثناء على الله سبحانه وتعالى والله وحده هو الذي يستحق الثناء وهو الذي أنعم عليك بكل ما لديك هو الذي خلقك وسواك وهو الذي هداك للإسلام والإيمان وهو الذي أعطاك هذه الجوارحة وهو الذي خلقك في أحسن تقويم وهو الذي جعلك من خير أمة أخرجت للناس جعلك من هذه الأمة المحمدية التي اختار الله أن يبعث إليها محمدا صلى الله عليه وسلم جعلك من أمة القرآن الذي هو أحدث الكتب بالله عهدا وهو الخاتم لكل ما سبقه المصدق لما بين يديه من الحق أنعم عليك بالأمن والأمان وبالعافية فلذلك لا بد أن تكثر من ذكره سبحانه وتعالى فهو يرضى لك أن تذكره يرضى عن عبده إذا سقاه شربة أن يقول الحمد لله وإذا أطعمه أن يقول الحمد لله يرضى الله جل جلاله بذلك ولهذا فإن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم فهذا الذكر لا يعدله شيء ولذلك شرع في كل الأوقات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه فأنت في الصلاة تقبل بالذكر وفي الحج تلهج بالذكر وفي الصيام يسرع لك الذكر وعند نومك يسرع لك الذكر وعند استيقاظك يسرع لك الذكر وفي الصباح يسرع لك الذكر وعند المساء والإقبال على النوم يشرع لك الذكر وعند دخول المسجد يشرع لك الذكر وعند الخروج منه يشرع لك الذكر وبعد الصلاة يشرع لك الذكر مخصوص وعند دخول الخلاء يشرع لك الذكر وعند الخروج منه يشرع لك الذكر وعند دخول السوق يشرع لك الذكر وهكذا في كل الأمور ما من أمر من أمور حياتك إلا له ذكر مخصوص يشرع له وهذا ذكر كما ذكرت ذقيل في الميزان ونحن جميعا معروضون على الله سبحانه وتعالى وسنرى موازين القسط بين أيدينا كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسني شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفاء بنا حاسب فلابد أن يحرص كل فرد منا على تثقيل كفة حسناته وهو يعلم أنه فرط كثيرا فيما بينه وبين الله فكل إنسان منا استطر بستر الله جميل ستره الله على كثير من الهنوات والهفوات ما بينه وبين الله ولولا ستر الله لم يستطع أحد منه أن يجالس أحدا ولم يستطع أحد منه أن ينظر إلى أحد بل لمات الناس من رائحة ذنوبنا وتقصيرنا في جنب ربنا سبحانه وتعالى والله جل جلاله ينادينا نداء كريما فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسني حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فلابد يا إخواني ويا أخواتي أن يكون لكل فرد منا خبيئة من الذكر بينه وبين الله سبحانه وتعالى في خلواته وفي جلواته فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله والذي يذكر الله في الملأ يذكره الله في ملأ خير منه ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ون عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعة وإن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحان ربنا ما أكرمه شيخ محمد نفع الله بك ورفع الله قدرك من المشاركات التي وصلت إلينا عبر رقم الواتساب 500-02-999-2 فيما يتعلق بموضوعنا لهذا الصباح أبو تميم تميم يقول كل حبيب يكثر من ذكر حبيبه ويستئنس به فعلا النبي عليه الصلاة والسلام في جنب الله عز وجل من ذكره ويعني حثت صحابة رضوان الله تعالى فينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله في قيامه في قعوده في بداية حديثه في استهلاله هذا الأنسى الذي كان يجده النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكر الله لو تحدثنا عن هذه النقطة ذكر الله ذكراني ذكر قلب وذكر لسان فالعارفون بالله قلوبهم مشغولة بالله في كل أوقاتهم فلا يصرفون عنه إلى غيره ولذلك مقام الخلة هو أعلى مقامات العبودية وقد ناله إبراهيم خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا وناله محمد صلى الله عليه وسلم لو كنتم متخذا خليلا لاتخذت أبابك خليلا ولكن صاحبكم خليل الله والخلة معناه أن تخالط المحبة قلب الإنسان فيعرف الله حق معرفته ويحبه حق محبته ويأنس به ويعتمد عليه ويشتاق إليه وهذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مع الله في كل أوقاته وفي كل أحيانه كما قالت عائشته في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لتمام معرفته بالله ولمعرفته أنه يستحق الذكر ويستحق الشكر ويستحق الثناء سبحانه وتعالى وأن كل ذلك لا يضيع عنده سبحانه وتعالى فلهذا من عرف الله جل جلاله عرف أنه يستحق الذكر لذاته ويستحق الذكر لصفاته ويستحق الذكر لأنعامه ويستحق الذكر لكماله ويستحق الذكر لجماله ويستحق الذكر لسالف خيره ومعروفه لديك ويستحق الذكر لما ترجوه منه في المستقبل فكل ذلك من دواعي الذكر لله جل جلاله وهذا الذكر سبحان الله هيأنا الله له فخلق الله لك هذا اللسان وقد ذكر الأخ في تقديمي أن الذكر من أسهل القربات والعبادات لأن حياتك إنما تكون بالهواء الذي تستنشقه وهو الإكسوجين النقي فيدخل إلى الرئتين ثم بعد ذلك تخرجه زفيرا متلوثا ثاني أكسيد الكربون وتضغط عليه في أي مكان من مخارج الحروب فيخرج حرب دون أن تشعر بهذا الضغط سواء كان الضغط شديدا فيخرج الحرب الشديدة أو كان متوسطا فيخرج الحرب المتوسط أو خفيفا فيخرج الحرب المهموس وهكذا فلذلك تنفسك هو عبارة عن عملية لا تفكر فيها ولا تبذل فيها جهدا وإخراجك لهذا التنفس أسهل وأسهل وهذا الإخراج هو الذي يحصل به الكلام يحصل به الذكر فلابد أن تجعل أنفاسك ذكر لله سبحانه وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا وكل شيء يذكرك بذلك تعاقب الليل والنهار ساعات الليل والنهار الصباح الذي نحن فيه وقد انفلق بأمر الله سبحانه وتعالى مؤذنا لكثير من الناس بأن يقوموا من جديد وأن يبعثوا من منامهم وهذا النوم إنما هو ممات أذن لهم بالارتفاع منه والقيام وهذا يذكرنا بأننا إذا انتقلنا من هذه الدار إلى القبور يتمنى كل إنسان مننا أن يرجع إلى الحياة الدنيا حتى يقول لا إله إلا الله وقد حيل بينه وبينها فكثير من أصحاب القبور يتمنون الرجوع إلى هذه الدار كما قال الله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن غرائهم برزخ إلى يوم يبعثون وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والذين يلتهون عن ذكر الله وينشغلون عنه بالأموال أو الأولاد أو الوظائف أو الأعمال أو حتى بمجرد اللهو واللعب خسر وخسرانا مبينا لأنه قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذا غاية الخسارة أن تشتغل بالأدنى وتترك الأهم أن تشتغل بما يوبقك وتترك ما ينجيك فأنت في معركة في هذه الدار مع إبليس عدوك ومع النفس الأمارة بالسوء ومع قرناء السوء ومع مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها ومع حضوضك النفسية هذه خمسة جبهات مفتوحة عليك في وقت واحد ولا سلاح لك إلا ذكر الله فذكر الله هو سلاح المؤمن والدعاء هو سلاح المؤمن فالذي يدخل المعركة دون سلاح لا شك أنه مهزوم من البداية كتب الهزيمة على نفسه ولذلك لا بد أن نتسلح بذكر الله سبحانه وتعالى وأن نجتهد فيه نعم بارك الله فيكم شيخنا ورزاكم الله خير وسنعود إليكم إن شاء الله تعالى لنستكمل حديثنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولكن سنتوقف مستمعين الكرام مع الفاصل القصير ونعود إليكم ابقوا معنا ماذا لو تعاملت مع شعور الضيق بطريقة معاكسة كأن تحقق السعة لغيرك أو تسعد قلب محتاج كلما اعتراك هذا الشعور الموحش وتذكر إن أسرع طريق للسعادة يكمن في العطاء تواصل مع قطر الخيرية على 44667711 وبالخير اطمئن بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الآن التوجه الجديد من مكيفات جري أنظمة جي أم في مع نظام الجي أم في من جري الموفر للمساحة موفر للكهرباء تحكم ذكي تبريد أسرع صوت أقل وسهولة في الصيانة مناسب لمختلف أنواع المباني جري تكنولوجيا المستقبل جري اسم تثق فيه بضمان مجموعة التعضد هاتف 4041 22 22 يعود الشتاء ليعيد أجمل الذكريات لنا وأكثرها ألماً وقسوةً لأولئك المحتاجين والنازحين في العراء كن لهم دفءاً وسلاماً تبرع لتوفير احتياجات الشتاء لنتقاسم الدفء تبرع عبر تطبيق أو موقع قطر الخيرية qcharity.org للتواصل على الخط الساخن 44667711 بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أهلاً بكم مستمعين الكرام وأهلاً بمن انضم إلينا عبراتي لذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة وضيفنا في حلقة اليوم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء والمستشار بكلية الشريعة ودراسات الإسلامية بجامعة قطر مرحب بك الشيخ وإن أذنت لنا قبل الاستئناف الحديث وإكمال حديثك الماتع أن نأخذ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر رقم البرنامج 50029999 وعبر الرسائل النصية 92628 هذه أولى الرسائل المستمعين الكرام وصلت إلينا تقول الرسالة الذكر راحة للبال وطمأنينة للنفس وتهون به مصاعب أو تهون به مصاعب الحياة أيضا من الرسالة التي وصلتني قل لم أكن أعلم أثر الذكر حتى قررت أن أفكر فيه فوجدته كله لنفسي فذكر اسم الله تبارك وتعالى طمأنين لنفسي بأنه ربي أنا فحاجاتي ومخاوفي وأمالي لها رب يجيبها وينفذها ويحميني من شرها وسوء مآلاتها وكل الذكر لي فالاستغفار والبركة والرزق والاستعاذة والتوفيق والجنة والزيادة والرضى كلها لي فشدني إلى الذكر طمع لخير نفسي وفي ذلك كله وكف الضر عنها ورضى ربي أولا وآخرا وأيضا من ضمن الرسالة وصلتنا إجابة على سؤالنا لكم مستمعين الكرام ما أثر ذكر الله على حياتك هذه الرسالة تقول أثره واضح الطمانينة والسكينة تغشى من يذكر الله فيكون الله جل جلاله بجانبه في كل الأوقات والشدائد والمحن ذكر الله بالنسبة لي يعني الحياة أيضا من المشاركين من اقتبسها قول الله سبحانه وتعالى أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فيقول الذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيى القلوب الميتة بعد قسوتها بذكر الله سبحانه وتعالى شيخنا من الأمور المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمعاني الأذكار ربما تلهج جلسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى أتبار الصلوات وفي الصباح والمساء وعند الأكل والشرب إلا أن الإنسان ربما أحيانا يجهل معاني هذه الأذكار فهل ينقص من أجر الذكر عدو معرفتي بمعنى الذكر وما هي رسالتكم لتعرف أكثر على معاني هذه الأذكار بارك الله فيكم الكلام قسماني تعبدياني النطق بذاته فيه قربات موجودة ومكتوبة حتى ولو كان الإنسان لا يفهمه ولو كان أعجميا لا يفهمه معنى أستغفر الله لا يفهم معنى لا إله إلا الله لا يفهم معنى الحمد لله لا يفهم معنى سبحان الله يكتب له هذا الأجر لكن المقام الثاني هو الجانب التعبدي بالمعنى معنى هذه الأذكار وهو مقصود لا شك وهو الأصل ولذلك من يعرفها ويقصدها أعلى مستوى ثم بعد ذلك يأتي تفاوت الناس في مستوى إيمانهم بها وحصول اليقين ثم بعد ذلك يأتي تفاوتهم في الاحتساب فهي أربع درجات درجة النطق فقط مجردا ودرجة النطق مع التذكر المعنى وقصده ثم أن يكون الدافع إلى ذلك الإيمان الكامل القوي بتمام القناعة ثم بعد ذلك الاحتساب أي طلب الثواب فيها عند الله وإقراض الله قردا حسنا فيها فهذه الأذكار من المهمة أن نتعرف على معانيها وبالأخص أصول الأذكار التي نلهج بها دائما هذه الأصول أولها شهادة لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله وهي نفي وإثبات فنفي للألوهية عن كل ما سوى الله من المخلوقات وإثبات للألوهية لله جل جلاله أي أنه وحده الذي يستحق أن يعبد وأنه وحده الخالق لهذا الكون المدبر لشأنه وأنه وحده الذي لا يقع في خلقه إلا ما أراد وأنه وحده المتصف بالكمال جميعا وأنه وحده المتجرد عن النقص كله فكل نقص عليه محال وهذه المعاني كلها يجمعها هذا اللفظ المختصر لا إله إلا الله فأنت تقر بأنه هو إلهك الذي خلقك وسواك وهو الذي يستحق منك أن تعبده يستحق منك حياتك كلها لعبادته ولن تؤدي حقه كاملا وقصدك لذلك وإرادتك له هذا مما يشرح صدرك وتطمئن له كما ذكر المشاركون في أجوبتهم فإيمانك بأنه لا رب ولا متصرف في هذا الكون إلا هو وأنه ليس فيه من يستحق العبادة إلا هو وليس في هذا الكون جميعا من يستشعر عبادة المخلوقين جميعا ويعلمها إلا هو ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض فجميع الخلائق سجد لله حتى ظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال كما قال الله ذلك ومع ذلك كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون فلذلك تستحضارك لمعنى لا إله إلا الله من المهمات ثم بعد ذلك استحضارك لمقتضيات هذه الكلمة العظيمة فأنت تنطق بها معنى أنك تشهد بها أنك تشهد بأنه فعلا لا إله إلا هو وتقر بذلك وتقتنع به قناعة كاملة ذلك يقتضي منك أن لا تعبد إلا هو ويقتضي منك أن لا تسأل في حوائجك وأن لا تتوكل إلا عليه ويقتضي منك أن لا تأخذ التشريع إلا منه إن الحكم إلا إلا هو ما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله رابعا أن لا تحب حب الإلهية إلا هو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ثم بعد ذلك سبحان الله هذا المصدر العظيم والمضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو جملة حذف شطرها فأصل الكلام أسبح الله سبحانه وسبحانه معناه تسبيحه والتسبيح هو التنزيه عن كل ما لا يليق به فهو التنزيه عن الصاحبة والولد والتنزيه عن النقص والتنزيه عن الموت والتنزيه عن النوم والتنزيه عن الغفلة والتنزيه عن الفقر والتنزيه عن السقم وتنزيع عن كل ما لا يلق بالله جل جلاله فكل ذلك هو تسبيح له وكذلك الحمد الحمد لله هذه الجملة الرسمية تقتضي إثبات الحمد كله لله والحمد أربعة أقسان حمدان قديمان وحمدان حادثان فالحمدان القديمان حمد الله لنفسه في الأزل الحمد لله رب العالمين قالها الله جل جلاله ثم حمده لبعض خلقه في الأزل فقد حمد بعض عباده بالأزل والحمدان الحادثان حمدنا لله جل جلاله وحمد بعضنا لبعض وكلها لله سبحانه وتعالى إما استحقاقا وإما اختصاصا وإما ملكا لأن اللام الحمد لله لام الجر لهذا لا يتمعاني معنى الملك ومعنى الاستحقاق ومعنى الاختصاص فمعنى الملك أن هذا المخلوق مملوك لله فحمدنا إنما هو من فعلنا ونحن وفعلنا من خلق الله جل جلاله وهو خلقكم وما تعملون وكذلك ثناء بعضنا على بعض الذي نثني بها عليه من أطعه إياه الله هو الذي خلقه هو الذي يكمله وجمله فكل ثناء نثني بها على مخلوق إنما هو في الواقع ثناءنا على الله لأنه الذي أبدع هذه الصورة وخلقها وصورها ثم بعد ذلك ثناء الله جل جلاله على نفسه هو ثناءه الذي يستحق ولذلك في حديث السجود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم إني يعوذ برضاك من سخطك ومعاباتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أذنت على نفسك فثناءه الحقيقي هو ثناءه على نفسه لأنه الذي يعلم ذلك ونحن قاصرون عن ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ثم بعد ذلك لا شك أن ثناءه على بعض عباده هو من تفضله ونعمه وكرمه وسخائه سبحانه وتعالى أن يعطيك ثم يذني عليك بما أعطاك فهذا غاية التكريم وكذلك لفظ الاستغفار أستغفر الله لا بد أن نستحضر معناه وهو من هذه الأذكار المهمة لأن معناه طلب المغفرة أستغفر استفعل معناها الطلب فأنا أستغفر الله معناه أسأله المغفرة والمغفرة معناها ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة أن يستره الله في الدنيا وأن لا يعاخذك به في الآخرة فهذا يشمل أمر الدنيا وأمر الآخرة وأنت محتاج إلى كل ذلك فالغفر الستر في أصله ومنه النجم الذي يسمى بالغفر لأنه مختف خفي فكذلك مغفرة الله سبحانه وتعالى للسيئات أن يسترها سبحانه وتعالى فالله يبسط كنفه على عبده المؤمن يوم القيامة فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا فيقول بلى يا ربي وكنت قد سيته فيقول لكنني لم أسه فيستره الله سبحانه وتعالى ثم لا يحاسب عليه ويغفره بل الأعظم من ذلك أن يبدل سيئات بعض الناس حسنات كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أذاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فهذا الاستغفار لا بد أن يستحضر الإنسان معناه وأن يحضره كما قال أحد السلف قال استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير لأنك تقول استغفر الله وأنت لاهن عنه مؤرضا عنه فلا يتحقق لك معنى الاستغفار ولا يتحقق لك المقصد به شيخنا هل هناك مواضع معينة يستحب فيها ذكر الله تبارك وتعالى سواء في اليوم والليلة أو في بعض المناسبات ذكر الله ينقسم إلى الثلاثة أقسام إلى واجب عيني فرض عين نعم على الإنسان لا يستحب ولا ينبغي بل يجب فرض عين على كل فرض مننا وذلك مثل أذكار الصلاة الفريضة كالتكبير والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والتشهد ونحو ذلك هذه أذكار واجبة عيني على كل فرض ثم بعد ذلك الواجب الكفاء فنعم الله سبحانه وتعالى علينا قيدها شكرها وهي تلقسم إلى قسمين نعم خاصة للفرض ونعم عامة للناس فحمد النعمة العامة للناس أن تقول في الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر هذا فرض كفاية على أهل كل بلد وبعض الناس يقولوا على أهل كل أسرة كما كان أهل داود عليه السلام والقسم الثالث هو ذكر المندوبة هو الذي سألت عنه وهذا له أذكار معينة فله أقاة أقصد معينة وهذه الأوقات تنقسم إلى قسمين أوقات حدد الله لها أذكارا تقال فيها وذلك كأذكار الصلاة وأذكار الحج وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الخروج والدخول المسجد وأذكار الخروج والدخول المنزل وأذكار السوق وأذكار كل الأمور ارتبطت بهذه الأوقات فيها أذكار محددة ومن أهم ذلك أذكار المساء والصباح هذه مهمة جدا وكذلك ذكر الإنسان في الليل عندما يقبل الناس ويقبله على الله فيقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك هذا صاحبه لم يكتب من الغافلين إذا قاله الليل لم يكتب من الغافلين وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تعار الشخص من النوم تعار معناه استيقظا من غير تخطيط كان نائما فجأة استيقظ هكذا فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غفرت له سيئاته فإن توضع وصلى قبلت صلاته فإن دعا استجيب له وهذا الذكر في هذه الأوقات فاضل ومن فاته فاته خير كثير أما القسم الثاني فهو الأوقات التي لم يحدد لها ذكر مثل هذا الوقت الذي نحن فيه لم يحدد له ذكر مخصوص ليس مثل ما بعد الصلاة أو ما قبلها أو ذكار الصباح والمساء فهذا الوقت يسمى له حقوق للوقت ولذلك قال العلم الأوقات بعضها له حقوق في الوقت وبعضها له حقوق للوقت وقد قال المواق رحمه الله حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فكل وقت يستحق فعلا أن يستغل في ذكر الله والثناء عليه لأنه من نعمه والنعم قيدها شكرها فلذلك ما من وقت إلا ويندب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى والمبادرون إلى ذلك هم الذين استغلوا هذه الأوقات فكانت رأس مالهم وهذا الوقت في الواقع هو رأس المال وربحه هو استغلاله ولذلك يقول أحد العلماء والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتاة يقضي بها حاجاته خسر الذي عقل اللبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته فاستغلال هذه الأوقات هو من العقل والتدبير والرشد أيضا شيخ محمد فيما يتعلق بهذه الدنيا التي نعيشها واستحكام بعض الأمور على الإنسان واستغلاقها وكذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الأذكار ما يكون فيها تيسير لحال الإنسان وتفريج لحال الإنسان لو تذكرنا مع هذا الصباح شيخنا نعم بارك الله فيك هذا بعضه ذكره الله في كتابه كالاستغفار مجلبة للرزق وللولد وللمطر ولغير ذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فالناس يحتاجون يحتاجون إلى المطر لتنقية الهواء يحتاجون إليه لحياة الأرض يحتاجون إليه لرفع الأوبئة يحتاجون إليه لمعاشهم يحتاجون إليه لزروعهم يحتاجون إليه لشربهم يحتاجون إليه لتصفية المياه من الأملاح يحتاجون إليه في كل شيء حاجة الناس إلى المطر عظيمة فلذلك يستجلب بالاستغفار فلذلك قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال فالاستغبار مدرة للرزق وسبب للثراء والذي يكثر الاستغبار لا بد أن يأتيه الأرزاق راغمة منقادة طائعة حتى ولو لم يتكلف فيها ولم يبدو فيها أي جهن ثم بعد ذلك الولد فالناس محتاجون إلى أولاد يخلفونهم ويساعدونهم ويبرونهم ويكونون استمرارا في حياتهم وفي عباداتهم وإذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به ولد صالح يدعو له صدقة جارية والولد يستجلب بالاستغفار فمن أكثر الاستغفار رزقه الله الولد الصالح وهذا يشمل وجود الولد هو نعمة عظيمة وصلاحه وهي نعمة أكبر من ذلك فكل ذلك يستجلب بهذا الاستغفار كذلك هذه الأذكار الأخرى هي مفاتيح للمغالق فحمد الله سبحانه وتعالى شكر للنعمة والشكر للنعمة يقتضي تقيدها والاستمرار فيها بل وزيادتها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكذلك التسبيح تسبيحك لله سبحانه وتعالى سبب لنجاتك من كل ما يتهددك من الأقدار فأنت الآن تأتيك الأقدار من جميع الجهات الحوادث السير الأمراض الأوبئة عين الناس أنفس الجن كثير من الأضرار تواجهك وقايتك منها بهذا التسبيح فذنوني يونس بن متى عليه السلام أن جاه الله بتسبيحه وليارك قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يبعثون لكنه كان من المسبحين فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه الله سبحانه وتعالى وبينا الله أن هذا ليس مختصا به بل هو للمؤمنين جميعا قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كذلك ننجي المؤمنين هذا ليس له وحده بل هو لكل المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله وكربه وهي هذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إن يكتون الله جزاك الله خير شيخنا أيضا هناك مواطن كثيرة في القرآن الكريم عن حال المعرضين عن ذكر الله تبارك وتعالى ومن ضمن هذه الآيات العظيمة قول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ما المراد هنا شيخنا بالذكر في هذه الآية الكريمة وما خطورة الإعراض عن ذكر الله تعالى على المسلمين بارك الله فيك نعم بالنسبة لمن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهو متوعد بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ومن المتوعد به تسليط الشياطين عليه كما قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فمن عشى عن ذكر الله والمقصود بذلك لإعراض عنه ولو كان قليلا فعشى معناه انصرف بصره إلى جهة فكأنه انصرف بصره عن ذكر الله رغب عنه أو رغب في شيء آخر يظنه خيرا له من ذكر الله من يعش عن ذكر الرحمن وهنا لم يقول عن ذكر الله بل قال عن ذكر الرحمن وهذا أمر عجيب جدا أنا وجدت أن هذا الاسم الكريم الرحمن وهو ذو الرحمة العامة في الدنيا حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها رحمة واحدة وزعها الله بين الخلائق جميعا حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها هذا الاسم الكريم إذا تحبب الله به فاعلم أن ذلك لنكتة عجيبة ووجدت أن الصور متفاوتة في هذا الاسم فأكثر سورة ورد فيها لفر الرحمن سورة مريم عليه السلام جاء فيها هذا الاسم ستة عسرة مرة غير البسمة غير الذي جاء في البسمة والثانية هي هذه السورة سورة الزخرف فقد جاء فيها ذكر الرحمن تسع مرات وهنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن معناه هو يرحمه وهو الذي يهديه وهو الذي يوفقه وهو الذي يلهمه الذكر وهو الذي أعطاه اللسان ليذكر به وهو الذي أعطاه الشفتين ألم نجعله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلذلك كل هذا من رحمة الله جل جلاله فرحمته مقتضية منك أن لا تعشو عن ذكره وأن تكثر منه لكن من عشى عن ذكره فسيسلط عليه الشيطان نظر إلى البديل المتصل بالله جل جلاله اتصل بالرب الكريم الرحمن الرحيم والمعرض عنه اتصل بالشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا وهذا الشيطان أيضا ليس مجرد مرور عابر فهو له قرين يرتبط به كأنه مقترن به بقران فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل إنهم الشياطين لا يصدون إخوانهم من البشر المعرضين عن السبيل وهو طريق الحق ويحسبون أنهم مهتدون وهذا من أخطر الأمور إذا ضل الإنسان عن السبيل وكان يبحث عن الحق ويطلبه هذا لا بأس يعني شخص مرضه لكن الذي يضل عن السبيل ويحسب أنه مهتد لا يمكن أن يطلب الهداية أبدا ولذلك قال ابن جوزي رحمه الله شر الناس المحجوب عن الله وشر المحجوب عن الله من لا يستشعر الحجب لا يعرف أنه مهتدون فلذلك قال ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا هنا قراءتان سبعية حتى إذا جاءنا أي هذا الشخص وبعث إلى الله سبحانه وتعالى والقراءة الأخرى حتى إذا جاءنا جاءنا الشيطان وقرينه فهو مقترنان قال يا ليتبيني وبينك بعد المشرقين تحصل العذاوة حينئذ كان قرينه وصديقه في الدنيا لكنه عدوه في الآخرة الأخ اللاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني عن الذكر هذا أول ما يذكر من عداوته له يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أيضا شيخنا من الأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى في بياني من يتحصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى ويتحصل على الأجر العظيم بجوع من الأبواب الصدقة والصيام وغيرها من الأعمال إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في نهاية الآية قوله عز وجل والذاكرين كثيرا والذاكرين والذاكرين كيف يمكن للإنسان أن يدخل تحت هذه الصفة وتعالى أن يكون ممن يذكر الله كثيرا في هذه الدنيا بارك الله بك نعم لم يأمرنا الله بالإكثار بلفظ الإكثار من شيء من العبادات والقربات إلا من الذكر لأنه قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلة وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تولحون وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فأمرنا بالإكثار من الذكر وهذا الإكثار ليس له تحديد لا بعدد ولا بهيئة ولا بوقت لكن أقل ذلك كما قال إبراهيم النقعي من أئمة التابعين من السلف الصالح قال أقل ما يكون ذكرا كثيرا ثلاثمائة وثلاثة هذا من كل ذكر إذا استغفرت ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وسبحت ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة وحمدت ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة وكبرت ثلاثمائة وثلاثمائة 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 وصلت على اللبي وصلى سلام ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة ما بعد الصلاة وفي أذكار النوم تسبحون الله 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 فهذه للشخص العادي والإكثار تقتضي زيادة من ذلك والإكثار هو ضربها في عشرة فضربها في عشرة فكانت 33 إزاك الله خير شيخنا طبعا خلص حان وقت وداعنا لكم مستمعين الكرام ولكن على أمل إن شاء الله تعالى أن نلقاكم بإذن الله إذن في ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر على هذا الطرح النافع المبارك جزاكم الله خير شيخنا وشرفتنا بحضورك في هذا اللقاء وعلى الهوى مباشرة مع برنامج كيف أصبحت بارك الله فيكم وفي السامعين جميعا والسامعات ووفقنا وإياهم لأن نكون جميعا من الذاك الله كبيرا وذاكرة اللهم أمين وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام ونلتقي وإياكم بإذن الله على خير في الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في أمان الله كنتم مع برنامج كيف أصبحت ترجمة نانسي قنقر